القطاع الخاص وموقفه من العلوات بعد قرار زيادة المعاشات والأجور وأعرف بالتفصيل ستحسب الزيادة ازاي اهلا بكم ادعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك كشف مجد البدوي عدو المجلس القومي للهجور ونائب رئيس الاتحاد المصري للعمال عن تفاصيل الزيادة في الهجور والمعاشات هذا الشهر واضع القطاع القاصة والمكافئة المتوقعة في أمريل الجاري وكزيادة كيفية حساب الزيادات موضعة لأن الزيادات الجديدة حسب درجة كل موظف في عملهم من خلال هذا المقال سوف نشرح لكم اهمية التفاصيل والمعلومات عن زيادة الهجور والمعاشات وموقف القطاع القاصة والعلوات زيادة الهجور والمعاشات جاء زيادة كالقرار في إطار السياسة التي تلبع الدولة لتخفيف العباء المعاشية على العاملين بها وأصحاب المعاشات خاصة نيزاء المسجدات في الفترة الحالية والتي تطلب السرعة التدخل لتخفيف العباء لموظفين والعملين بالدولة بسبب موجة اتفاع الأسعار وهذا من خلال المبادرة وتسريع تقريب المزايا المالية والتي كانت أكرارها في واحد سبعة عاملين اتنين وعشرين الحكم بتعجيل موعد استحقاق العلوة المادة الأولى على العاملين الذين يخضعون لقانون الخدم المدينية تبع المادة سبعة وتلاتين المقرر في الأول من أبريل 2022 وزانك دون الإخلال باستحقاق العلوة الدورية السنوية تبع لنص زانك المادة من القانون هي المادة سبعة وتلاتين المقررة إنها في موعدها المنتظر الأول من يولو 2023 المادة الثانية يسرى المجلس النوى في استحقاق العلوة الدورية تستحقاق كل العاملين بالدولة وغير المخاطبين أيضا في الدولة باحكام قانون الخدم المدينية ومنشار إليه حتى يصبح في الأول من أبريل 2022 واعتبارا من هذا التاريخ بالإضافة لذلك سوف يأخذ كل العاملين العلوة الخاصة بنسبها تصل إلى 15% من الراتب الأساسي لكل منهم في واحد وتلاتين تلاتة 2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمنعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى يصل إلى 100 جنيه شهريا وتعتبر هذه العلوة الجزء من الراتب الأساسي الخاص بالعامل وتحتسب عرية العلوة اعتبارا من تاريخ 1-4-2022 ترجمة نانسي قنقر